او السؤال البعض وهو من الاسئلة الاساسية هل هناك تناف بين فرضية داروين سمها نظرية داروين على ما تريد لو سلمنا ان نظرية اصل الانواع وما بها اي ثغرى مولانا واي مشكلة واي تحدي علميا ما موجود بها فسلمنا اصل موضوعي سلمنا معكم هل تنافي اثبات خالق لهذا الكون المتطور بالتطور ماذا الدارويني بعدش تريدون اكثر من هذا هل يوجد تنافي بعبارة منطقية هل هما مانعة الجمع او ليست كذلك يعني اذا قبلنا نظرية او اثبتت العلوم صحت نظرية التطور الداروينية هل هذا يقول اذا لا خالق وراءها او هو شنه هو بتعبيرنا المنطقي شنه هو او الفلسفي لا بشرط ممكن ان يكون خالق وممكن ماذا اللا يكون ايون منهم الجواب اعزائي يوجد اتجاهان الاتجاه الاول وهذا ما يحاوله جملة من الملاحدة المعاصرين المتشددين بين قوسين الحزب اللهية ايه ملحد جنه حزب الله يعني متشدد متعصب الى ابعد الحدود ملحد قرآن حزب الله القرآني ها هو الى حزب الله هذا المعنى العرفي ما هي بل المعنى العرفي ما بل ايه بل ايه ما دا اقول المعنى العرفي ولا الله سبحانه وتعالى يمدح الحزب حزب الله في القرآن يعني يمدح الحزب الله القرآني ها مو لحزب الله السياسي شما تريد تسويه مصف بل يا احسنتم يسميه ما تشابه مقصودي مو لي روح بزينكم مقصودي يعني بيني وبين الله جدا شديد في الدفاع عن اديولوجيتي وعقيدتي وكذا مثل من اعزائي مثل هذا مولانا داوغينز مولانا الملحد المعروف في امريكا ممكن ها امريكي مولان هو حي الان وهو كتابه الجينة الانانية ريتشارد داوغينز مولانا هذا تقبل في السبعينات مطبوع الكتاب مولانا ويبين بانه في المقدمة عنده واي عبارات لطيفة واي لطيف واي عبارات لطيفة يقول تبلغ الكائنات العاقلة في اي كوكب سن الرشد عندما تنجح في اكتشاف علة وجودها فاذا لم تكتشف علة وجودها فهي ماذا ناضجة وغير ناضجة لا اول الطريق ولا طريق لمعرفة التي وجودنا الا نظرية التطور فاذا ونحن عرفنا نظرية التطور اذا بعد نحتاج الى خالق اله كذل وبعد ما نحتاج مولان خالصة انتهت في امان الله في امان الله بعبارة اخرى يوجد حالة من التضاد بين التطورية الداروينية وبين الايمان شنو بوجود بموجود خالق من تقول الله يجي الاسلامي او الله المسيحي لا لا بوجود خالق ايا كان بوذي دو كنفوشيوس يا لانا حلقا مباحثنا في الله الاسلام لو انه الله المسيحية وكل واحد الافت الله مولانا وخال الاسلام وكل واحد بداخله محتعشين الله مولانا كلما ميزتموه فهو مخلوق مردود اليكم حظكم ويحظ هذا التصوير اللي يتصورون الله بي اماته ولهذا ان شاء الله عدي فاتبحث فان شاء الله يأتي في وقته انا فقط اخلي هاي الابحاث في ذهن الاعزاء لانه اذا ما استمر الدرس حتى تعرفون بانه هدين تروحون تشتغلون عليها مولانا عنافت شو وهي ان المشكلة الاصلية في مسألة في مسألة وجود الله او مسألة خالق او مسألة فكرة الولو اسميها المشكلة مو في وجود الخارجي المشكلة فيه ما نتصوره هو الله وننفيه وتسعة وتسعين بالمية من هذول اللي انفون وجود الله حقهم لانه هذا الله اللي يمصوري موجود في الخارج persist원 لهو ما موجود لا والله ما موجود ويقول ماكو حقه انا ما اقول له выяكو والله ما يقول الله ما اعطني واضح هاليوم ما اجبت لك ابن تيمية مولانا يقول بانه رسول الله رآه في النوم رآ الله مولانا رآه في نومه في شه اسمه ثوب اللابس اخضر مولانا وفي مزرع بها خير ولابت زوج قنادر ذهب مولانا عرفتي شون واللحاف اللي مثل ذهب مولانا والرواية يقول بانه حدث بها احمد بن حنبل وكان يوصي ان حدث الناس بهذا الحدث خلص صدقه انت اذا يشأ الله تريد تقول للواحد بابا اعتقد بيني وماذا قال بابا ما اعتقد هذا الديين في وجود الله لو دين في هاي الصورة ياهو والله دين في هاي الصورة شون علاقتها بالله وحق مويا لومويا حقويا لومويا والله حقويا وانا ابصم انه لابد صلت ملحد لو مؤمن مولانا ايه بهذا الشكل انت ملحد لابد بتلحد تقول بابا باطلة يشأ الله اكله ما اكو ما اكو انشاء الله ما اكو انشاء الله ولهذا ان شاء الله في وقت المناسب سيأتي انه نسبة عالية من الانكارات والالحادات والتشكيكات من شأها الواقع لو من شأها التصورات التي يحملها الانسان هذه المغالطة احفظوها احسنتم هاي المشكلة يعني فات قراءة بائسة دا يقدم عما وهذا الذي احنا قلنا واحدة من اسبابي واحدة من اسباب الالحاد الان دا ينمو في مجتمعاتنا ما هي القراءة الدينية الموجودة للمؤسسات الدينية هي القراءة يتحملها هو يتصور القراءة التي يقول الاشعر الان ام شنو هذا الشاب الجامعي او المفكر في الغرب يقدر يفهمه يقدر يفهمه لو ما يفهمه ما يقدر يفهمه من يقول له واحد في ثلاثة واحد ثلاثة في واحد نظرية التثليف يقول له بابا ما يصير يقول له عقلك شنو قيمته بلعله ان شاء الله بعد ان تتضح لك الحكم وما يقبل منه يقول اخوه انا هماتي انا ما اؤمن بوجوده الى ان تتضح لشنو الحكمة مالته هو حق همته هناك مولانا هذه عبارته واضح هذا من المتصلبين مولانا في هذا المجال المورد الثاني او الاتجاه الثاني الاتجاه الثاني وهو الاتجاه العام يكون في علمكم الاتجاه العام عند التطوريين الاتجاه العام عند الذين قبلوا يا نظرية ها الداروينية التطورية الداروينية قبلها بقديمها وحديثها ما عندي مشكلة الاتجاه العام لقولون بانه لا تنافية بين النظرية وبين ماذا وبين وبين خالق لهذا العالم ابدا اضرب لك فقط بعض الامثلة لان الوقت ضيق جدا المورد الاول المورد الاول اللي قرانا للاعز فيما سبق نفس دارون اعزائي هذه عبارته يقول وقد اجاب دارون على من اتهموه بالالحاد وانكار الدين بما يلي في تذبذباتي الكبرى لم اصل ابدا الى الالحاد بالمعنى الصحيح لهذا اللفظ اي انكار وجود الله غير مهمة و جزا جوزية خيرا ما اقول جزاه الله خير جوزية ماذا خيرا انه هو يصرح صاحب النظرية اكو تنافي او لا يوجد تنافي لا يوجد تنافي فمن اين جئتم يا ريتشارد داوغينز من اين جئت بانه هذا اني مانعة الجمع اما و اما لو صير تطوري لو صير شنو الهي ما كونش ما كونش ملازمة ولا يوجد هيش ماذا تضاد بل ضداني ليس لهما ثالث او لهما ثالث لهما ثالث لهما هذا اذا فرضنا انهما ماذا انهما ضدان يقول لم اصل ابدا الالحاد بالمعنى الصحيح لهذا اي انكار وجود الله لكنني اعتقد على وجه العموم وكلما امتد بي العمر ان الوصف الادق لحالتي العقلية هو اللا ادرية شاكوا ما ادل لعلهم وجنوا لعلهم جنوا يقول مراسلاته ترجمة فرنسية الجزء الاول صفحة 354 باريس الى اخره هاي مراسلات داروين اللي مترجمة هذا المورد الاول المورد الثاني الموسوعة الفلسفية العربية اعزائي الموسوعة الفلسفية العربية المجلد الاول صفحة 269 اعزائي قال مائتين صفحة مائتين بالي تسعة وستين بالي وان هذي مائتين تسعة وستين والي قالت التطور هو افتراض فلسفي قديم شو مش قد دقيقة العبارة التطور شنو افتراض فرضية بالي نعم دعمت بشواهد شو وصير مولانا وصير نظرية يارتقي ان الانواع الحية ويعود هذا الافتراض الى فلاسفة يونان و الى بعض الفلاسفة المؤمنين بالله عجيب ويؤمن بالتطور يقول لان الله يا رونا تنافيا شنو بين التطور وبين ماذا وبين وجود الخالق والموجب ومنهم فلان الذين تكلموا عن تطور العالم كله بموجب الطاقات المعطات له من الله هو واضع نظرية هو واضع السنة هاي السنة تبدأ الخلية الاولى وتنتهي شنو ها وتنتهي بالانساء اصلا اصلا خلينا قبلوا ياكم الاتجاه الاول اللي يقول اصوله شنو قرتخوا دمونها هو هو وضع السنة هاي اللي ما ذا اش مدري ما ات إذا الاحافير وعلم الاحاته يوثبت يقولوا يثبت دقوا هذا ينفي وجود الله ولا ينفي لا ينفي هذا مورد اعزائي المورد الثاني الموسوع الفلسفية العربية ايضا في صفحة مئتين الموسوع الفلسفية العربية المجلد المورد الثالث الموسوع الفلسفية الموسوعة العربية لا الفلسفية موسوعة الفلسفية صفحة 273 يقول طبعا احنا ما صار عدنا وقت ابحث ما صار عدي وقت وهو نظرية داروين في العالم العربي من اللي امن بها كيف جاءت من الذي نشرها من الذي دافع عنها من الذي رد خراصة هناك الاخوة الذين راجعون مولانا المجلد الاول صفحة 200 و 73 عرفت كلمة نشوط طبعا عربيا واسلاميا في الفكر الحديث انتشارا في الهند اولا ومع دخول الافكار الاوروبية عبر الانجليز وقد كان احمد خان من بين الاوائل الذين دعوا لا تفسير الاسلام على ضوء النظريات الطبيعية النشوئية واول كتاب للرد علي انبدأ من جمال الدين الافغاني او الاسد الابادي على الاقتلاف واضح ولا اللي هو كتاب رد على الدهرية رد على ماذا رد على نظرية النشوئ والتطور اعزائي اما شبلي شميل او شميل او شميل ما ادري الضبط مالا شنون الضبطها شخص عبدالله لبناني شبلي شميل ما ادري ما ادري الضبط مالها شفت بعض الاحيان شد عليها بعضها ما ادري شلون ما افتهمنا اما شبلي هذا اللي شين ميم يا مشدلة لا فكان من ابرز عارضي مذهب النشوء والتطور من خلال ترجمته لمحاولة بخنر في شرح داروين وكان ينظر الى النشوء والارتقاء كطريق الى التقدم والحداثة وقد ربط هذا شبلي بين النشوء والمذهب الطبيعي الالحادي قال نفس نظرية ماذا الان دوغنز وقد رد عليه حسين الجسم من موقع دفاع عن الشريع على مذهب النشوء بالصيغة التي عرضها وعنده ان هذه النظرية اذا ثبت صحتها لا تتعارض مع الايمان بل يمكن اعتبار ذلك من تدبير الله وتصريفه لشؤون خلقه وهذا هو الذي يقوله السيد الطباطبائي في اول جزء الرابع من الميزان في ذيل اول آية من سورة النساء عندما يبحث لنظرية التطور يقول احنا من حيث المبدأ ماكو تنافي بناتهم ولكنه من حيث الظواهر لا ادم شنو مخلوق بهذه الطريقة ومن ابرز النشوئيين العرب المؤمنين المؤمنين تعلمون من اسماعيل مظهر او مظهر هذا الذي هو مترجم افضل ترجمة لكتاب اصل الانوار الذي عارض على التوالي الافغاني لانه رفض المذهب برمته دون ان يتفهمه يعني ده يشكل على من على الافغاني على الافغاني يقول له انت ده ترد ولكن فهمت او لم تفهم كما رد فلان كما رد على ربط مذهب النشوء بالالحاد ويمكن القول بان سلام موسى كان احد اولئك الذين بسطوا مذهب النشوء عند الفلاسفة الانجليز هذا همتنا اعزائي اشتركوا في القناة